في نفس النقطة في نفس الاتجاه بخصوص التواصل كان أعتقد أنه كانوا أخطاء كاريتية واللي كانت سبب في إخراج المجموعة من تركيز دياله وكانت سبب دياله وليد رقريقي وما كانش عنده مبرير بش يدخل في بعض المتاهات منها أنه يحاول أنه يتضمن مع أناحي في القادية والإشارات الغير موفقة تجاه الإخوان في مصر كذلك في المناوشات اللي عرفتها مقابلة الكونغو وهو اللي غالط مئة في المئة لأنه ما عنده شلاش يتوجه اللاعب ديال الفريق الخصم نحن نشاهده دائما بوراياتي تتوجه المدرب الفريق الخصم تيسلم عليه وتيمشي وكينتهي الأمر فحنا شفنا لأن هذا كله شنو واحد الآن المتضخمة اللي تولدت لي من بعد كأس الأعلم وكان كي يعتقد أنه يمكن لمغاربة وزهالي لأنه كان الإنجاز وهذه مش مشكلة ولكن كي يعتقد أنه ممكن غي مارسا حتى مع الناس خورين وهذا كشي اللي يدار معهم المصريين وهذا كشي اللي يدار مع الكونغوليين ودار حتى مع العرب كاملين وفي النتيجة كذب اليوم اللي كي يقول أنه المغرب ما عمروا ما نجح في كأس الأفريقي لا نكمل هلاش كان نحمله هو المسؤولي لا نقول لك هلاش هو هو لأنك ما قال لك حسن تعطته إمكانيات خارقة لما عمره ما تعطت جينيراس واحد وعنده كان عنده هامش أولا كبير من بعد كأس العالم اللي هو واحد ربعتاشر شهر بشي يشتغل بكل أريحية وبوسائل كبيرة ولكن في العود ليستغل هذه الفترة أنه بشي يشتغل الأمور التقنية ويشتغل على التواصل دياله ويخلي رجليه في الأرض بشكل اللي غيزيد يكسب ليه واحد دعم وفتح عليه جبهات أخرى من هالجبهات اللي فقدات المنتخب التركيز دياله اللي جعلت حتى بعض وسائل الإعلام تكون كتقلب عليه في الدورة كيف ما كان نقوله ومشي في جربه لأنه كان سبب كذلك ولكن كان سبب مهم بزاف بش نقوله هو مخصناش نخبه وهيشام كان قال بأنه كان كي حاول أنه يجمع هذو كل اللعباء ودارهم بحل هو كان كي يقول مفردة العائلة هاد مفردة العائلة أرى ولو بحل واحد نادي ما كاناش هاد المفردة دي العائلة معمري ما سمعتها أنا في الكورة واش عمركم سمعته كلوب ولا كوارديولا كيقول أنا اللعب عندي نحن عب حل العائلة ناس محترفين كل واحد عند عقدة أهداف تي ياخد عليها واحد الأجر وتيجي يديه وكيمشي ما كان لعائلة لا نادي لأصدقاء ومغاربة شي واحدين فرحانين بهذا هاد هذو اللي جداد هذو اللي بغوي خلقوهم في الكورة اللي مما كينيش في الكورة كينة كورة القدم كينة عقدة أهداف كوحد كي يديه وكيمشي حاجة أخرى اللي عند علاقة بهذا هاد النادي المغلق علاش نادي المغلق وعلاش كينين بعض اللاعبين كيلعبون مغاربة كلهم كيف ما قال صلاح الدين قبيلة قل لك مغاربة كونهم كمتلا كيقولوا هاد اللاعب را ما خصوش لعب ها لاشو وعلاش ولكن نجيو كالقاوال لأن كاينة سلطة بعضوك اللاعبين اللي مفروضة في موحية المنتخب نبغي ولا نكره وخصنا نقولوها وهي تشيرا كان قالوا عموتة وعارفو وقالوا عموتة على الفترة ديال اغفغون وما بعدها ولكن رات وصلت تام وليد رجريك دابا اليوم أنا بغيت واشي واحد يشرح لي شنو تيدير المهدي بأي صيفة ووكيل لاعبين ووكيل لاعبين يدخل عند الفترة ديال لاعبين مستودع الملابس ووكين ينتم لاعبين اللي هو الوكيل ديالهم اشنو رسالة اللي كيدوز للناخب الوطني أنا رجاي حاضي اللعبة ديالي من خصوم يكونوا ودرها غير هذه بوحدة خصو يحاسب عليها وليد الرقراقي وخصو يسمح بهذا القادية لأن كل شي كان يشوف يدخل بصفته عميد صابير المنتخب مغالبي ودعم ملي ولا ووكيل كتسقط على اليوم المهدي بنعطي هو ووكيل اللاعبين وكين اللاعبين في المنتخب اللي هو ووكيل ديالهم ما عند ه ميد ديال في الفترة